مرحبا صباح الخير لكم جميعا بهذا الفيديو فيه توضيحات مهمة وفيه كلام مهم جدا فارجو منكم متابعة الفيديو للنهاية لانه بدي مر على كذا محور يعني على كذا قضية فرح وضح عدة امور فيما يتعلق بالوضع الخطير يلي ممكن ينشأ في حال استلم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قيادة المانيا حكم البلاد بعد انتخابات العام القادم خريف العام القادم الفين وخمسة وعشرين طبعا فيه بعض المتابعين الداية وشوي على الفيديو السابق عبرولي بانه ليش عبتكتب خطير وخطيرة يعني ليش هالكلمات هاي فهي الكلمات غير لائقة يعني بعض المتابعين عبتكتبوا بسلوب محترم وهذا شي بقدروا انا طبعا والنقد المحترم يعني مقبول بالقناة وفيه بعض الناس عبتكتب بسلوب همجي وبيسلوب سيء بيعبر عن شخصيتهم عن تربيتهم عن ثقافتهم عن اخلاقهم فهذا موضوع تاني فحابب وضح لكم الامور للمرة المليون على القناة بانه حتى العناوين اللي بحط لكم ياها مستمدة من الاعلام الالماني يعني انا ما عب باخترع شي من عندي فهذا الوضع اللي عبس على قلقه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عبتم وصفه بالاعلام الالماني بالخطير يعني الاعلام عبيصفه بالخطير والسياسيين من الاحزاب التانية كمان عبيصفه بالخطير فهي الخطط اللي بحكي لكم عنها دايماً أول بأول فبيتم وصفة بالخطط الخطيرة وخاصة فيما يتعلق بالجنسية الألمانية فبالإعلام الألماني بكتبو يعني هذا الكلام بينذكر بهذا الشكل بالإعلام فبالتالي هنن عبي يعتبروا هاي الخطط خطيرة فليش حابب أنه أنا حط لك عنوان مغاير يعني ليش حابب أنه أنا أقول لك خطط سهلة خطط عادية خطط غير مهمة ليش بتحب أنا يعني غير بالحقيقة ليش بتحب أجذب عليك طبعاً كالعادة كلامي موجه فقط للبعض يعني هاي الفئة القليلة يلي لسه ما بتستوعب سياسة القناة وبعرف أنه الغالبية واعية وبتعرف سياسة القناة في نقل الأخبار يلي شرحتها عدة مرات في فيديوهات سابقة ولكن أنا لسه ما استسلمت يعني لسه في عندي أمل بأنه هاي الفئة القليلة تتغير فسياسة القناة هون نقل الأخبار كما وردت بالإعلام الألماني فبعض الناس بتكتب لي منه ليش أخبارك أنت دايماً سلبية هذه ليست أخباري ليست أخباري من عندي من البيت هاي الأخبار المتداولة بالإعلام الألماني فأنا عباً أقول لك ياها كما هي بدون تعديل بدون تجميل بدون تغير لحتى تصلك الصورة الحقيقية لما يدور في الإعلام الألماني في حال كده أنت شخص عندك انحيازات نفسية لقضايا معينة مرتبطة بنشأتك بأصولك بثقافتك في بيتك فحابب أضح لك أنك هون ليس بالضرورة أنك تسمع الأخبار يلي تتوافق مع وجهة نظرك وتطلعاتك الشخصية فأنا ما فيني أعمل خمسين نسخة للخبر لحتى ترضي كل شخص من الأشخاص ولحتى ترضي كل فئات الناس ومعتقدات الناس فهون بنلك الأخبار فقط كما وردت بالإعلام الألماني من وجهة نظر الإعلام الألماني ومن وجهة نظر السياسيين اللي تحدثوا بهي الأخبار وليس من وجهة نظري الشخصية فأتمنى أن هذا الموضوع صار واضح بعرف أنه عدتها الكلام صار مليون مرة مئة مرة صار عدتوا بالفيديوهات السابقة ولكن لا يزال بيجوا متابعين جدد ولا يزال في بعض الناس لسه ما عب تفهم سياسة القناة ففي بعض الناس اللي دايما بتتهجم عليه وبتسبني يا أخي أنا ما لي غريمك أنا ما لي عدوك فأنا عب أحاول وضح لك الصورة الحقيقية بس عب أحاول أنه ما أكزب عليك بس عب أحاول أنه ما أضحك عليك فأنت هذا الوضع ما عبي أعجبك فعب تتهجم علي عب تسبني وعب تعتبرني عدوك وكل يوم عب تتقاتل معي يا أخي أنا ما لي غريمك ما لي عدوك الكلام المتداول بالإعلام الألماني ما عبي أعجبك الخطط المتداولة بالإعلام الألماني ما عب تعجبك كلام السياسيين ما عبي أعجبك خطط السياسيين والأحزاب ما عب تعجبك فعب تجي بتتهجم علي أنا يا أخي شو دخلني أنا؟ ليش ما اعتبر أنه أنا غريمك؟ فأنا ما لي غريمك أنا ما لي عدوك؟ بالعكس أنا عضيت حياتي كلها عبدافع عن اللاجين والمهاجرين بألمانيا ومع المساواة ومع مكافحة العنصرية وعدم التمييز فعضيت كل حياتي عبكافح بهذا المجال وحتى ما بسمح لألماني يحكي نكتة بس يعني نكتة بالمزح على المهاجرين والأجانب لأنه بعتبرها مي بمحلة يعني هذا مو موضوع ينمزح فيه وكمان بالمثل ما بابل كمان طبعا حدا من المهاجرين واللاجين يحكي على الألمان ويعمم كمان يعني بالمثل كمان ما بابل الشتيمة على الألمان على كل الألمان يا أخي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عب يخوف اللاجين خططه هي اللي عب تخوف اللاجين في حال كنت معطرد على هذا الكلام فاروح اكتوب لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتحب أعطيك العنوين البريدية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي واكتب له عريضة وقاعة من الناس اللي بتعرفه وقال له حاجة تخوفنا بخططك وحديثك عن اللاجين ليلا نهارا فليش عبتجي بتتعاتل معي يعني انا شو دخلني بس لانه انا عبنل لك الخبر متل ما هو بس لانه انا مع بكذب عليك بس لانه انا مع بجمل لك الصورة فبصراحة ما بعرف يعني هذا طبعا اخر مرة رح احكي بهذا الموضوع لانه في حال هذا الكلام ما حدا قدر يفهمه يعني عبحكي طبعا عن البعض يلي لسه مو فهمانين هاي الامور في حال هذا الكلام ما درتوا تستوعبوه ما درتوا تفهموه فخلص يعني رح اعطى الامل وراح استسلم بصراحة يعني وما رح ارجع افتح هذا الموضوع نهائيا فانا هون عبشتغل لمصلحتك وعبحاول فيدك بالشي اللي انا بفهم فيه يلي هو اللغة الالمانية درسكن اللغة الالمانية وشرح القرارات الالمانية ونقل الاخبار الالمانية بشكل دقيق لحتى تعرفوا بيصير حواليكم بهذا البلد يلي انتوا عايشين فيه فمصادري هي الاعلام الالماني فما بادر مثلا توجه للاعلام العربي ونقل لك منه اخبار عن المانيا فهذا الاعلام بيكون موجه هاي الاخبار تتبع ايديولوجيات معينة مرتبطة بالدول الداعمة لهي القنوات وفيه كمان بعض الاخبار المضللة فبالتالي من غير المعقول باني اترك اعلام البلد الاصلي وتوجه لاعلام خارجي كرمال حضرتك ترضع عني وعن القناة وتسمع الخبر يلي انت حابب تسمعه فهون ما رح تسمع الخبر يعني على كيفك رح تسمع الخبر كما ورد بالاعلام الالماني سواء اتفقت معه سواء اختلفت معه سواء حبيته سواء كرهته سواء شفته سلبي سواء شفته ايجابي فهذا امر يعود لالك ولوجهة نظرك فانا مالي دخل بهذا الموضوع مهمتي فقط نقل الخبر كما هو وانت حر بتقييم الخبر واستخلاص الاستنتاجات التي تتوافق مع تطلعاتك ومع وجهة نظرك الشخصية فاتمنني هذا الموضوع صار واضح للجميع وخاصة لهي الفعي اللي عبت جادل بشكل مستمر من انتقل للي بعدها جماعة من خاف يا اخي في بعض اللاجئين بكتبولي بانو نحن من خاف فيعني شو رايكون يعني نبطل منو الاخبار لانو في بعض الناس بتخاف من سماع الاخبار يا اخي ازا بتخاف لا تحضر الاخبار خلاص تخطى نشرات الاخبار لا تحضرها بلا ما تعرف شو عبيصير بألمانيا يعني ازا عندك خوف مثلا عندك اضطراب معين في عندك مشكلة معينة فيا اخي لا تسمع الاخبار الاخبار بشكل عام بتكون سلبية فهذا الوضع يعني هيك حتى الوضع بالاعلام الالماني طيب شو بعمل انا في موجة سلبية صلى فترة يعني بكل العالم مو بس بألمانيا فكان في عنا وباء وبعدين بعد الوباء بلشت الحرب باوروبا وفي عنا حكومة سلمت حكومة متقاتلة بين بعضها متزبزبة كمان غير مستقرة تم قطع الغاز عن المانيا الاقتصاد الالماني عبت راجع عبت قلص نقص في الميزانية الاتحادية نقص في العمالة الماهرة حرب تجارية مع الصين وفي عنا كمان ازمة لاجيين تدفق كبير للاجيين للبلاد فبالتالي في عدة ازمات عبتعصف بالبلاد ففي موجة من الاخبار السلبية بالعلام الالماني فانا شو دخلني يعني مو انا يلي تسببت بهاي الازمات فمهمتي فقط نقل الاخبار فانا ما عبجبرك على المتابعة في حال كتحابب تطلع على الاخبار اللي عبتصير حواليك بالمانيا فانا عبادم لك بخدمة سهلة وبسيطة يعني عبعطيك الاخبار بشكل مختصر وبسيط ومفهوم لحتى تعرف شو عب يصير حواليك بالبلاد باسلوب يعني والله مو موجود حتى في الاعلام الالماني يعني حتى بالاعلام الالماني بدك تدور على المعلومة وتتعب وتبحث وتشيل وتحط وتعترالك عشرين تلاتين مقالة وحتى كمان في بعض المقالات المدفوعة يعني بدك تدفع مصاري لحتى تصل لهي المعلومات الهمة يعني بتكون مقالات بلس فعب اختصر عليكم هذا الطريق الطويل وعبعطيكم المعلومة الجهزة على طبق من زهب لحتى تعرفوا شو عب يصير حواليكم بالبلاد بصراحة كم المعلومات ومخزون المعلومات اللي قدمت لكم يا ويلي صار عندكم يضاهي المعلومات الموجودة عند الالمان وحتى اكتر كمان يعني انتو صرتوا بتعرفوا عن المانيا اكتر من كتيرين من اهل البلد نفسهم من انتقل لفكرة تانية في البعض بيكتبلي باسلوب ديكتاتوري قمعي بانه يا اخي انت شو بدك بالالمان وشو بدك بالحكومة وبلدن يا اخي هذا الموضوع ما دخلك فيه انت فهنن حرين يعني هاي بلدن وهاي قراراتن وهنن بيعملوا اللي بدن يا ببلدن يا اخي مين قالك انه هاي بلدن لالن بس فهاي بلدي كمان لالي فانا والدان بالمانيا وبحمل جنسية المانيا وبعتبر المانيا بلدي كمان يعني المانيا بلدي وانا جزء من هاي البلد وهاي القوانين وهاي القرارات بتهمني كمان لالي على المستوى الشخصي على الرغم من انه انا ما بخلط رأيي بالاخبار اطلاقا وتعرفوني بانه حيادي جدا وموضوعي جدا في نقل الاخبار وبعرف انه في بعض الناس بسبب الخلفية اللي جايين منا فما بيتقبلوا الرأي الاخر على الرغم من انه نحن هون بالمانيا الدولة الديمقراطية يعني كل شخص مسموح يعبر عن رأيه مسموح يحكي رأيه وحتى كمان منصة اليوتيوب ان عملت لحتى كل شخص يعمل قناة لنفسه ويطلع يحكي بآراء الشخصية ولكن انا من اكتر الناس اللي ما بخلط عرائي الشخصية وانتم تعرفوا هذا الكلام وبنقل الاخبار بموضوعية وحيادية كاملة لحتى تصلكم الصورة الحقيقية لما يدور في الاعلام الالماني فرأيي الشخصي بحتفظ فيه لنفسي وبشاركه فقط مع اصدقائي بالجلسات الخاصة وفي حال احد المتابعين طلب رأيي الشخصي بموضوع معين بالتعليقات فما ببخل عليه يعني وبعطيه رأيي الشخصي ولكن بكتب انه هذا رأيي الشخصي من وجهة نظري كذا وكذا فبكتب يعني بشكل واضح بانه هذا الامر هو وجهة نظر وليس حقيقة مطلقة ومن حقي ومن حق كل شخص يعبر عن وجهة نظره ولكن باسلوب محترم بدون التعدي على حقوق الاخرين فحبيت يعني يوضح هذا الامر كمان بالنسبة للكون بنرجع الان لان الموضوع الرئيسي اللي هو خطط حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ليش عبي تم اعتبار هاي الخطط خطيرة لانه هو بده يغير وجه المانيا بده يعمل تغييرات كبيرة فهذا الحزب يعني متربس للاجئين على وجه الخصوص بده يضبط الحدود لسه عكتار بده يخفض عداد اللاجئين القادمين لالمانيا سنويا لتحت الميت الف وبده كمان يلغي وضع الحماية السنوية الممنوح للسوريين والافغان وبده يعتبر بعض المناطق بسوريا آمنة مثل دمشق وضواحيها يعني هذا الكلام ذكره بخططه فهو موسر يعني هذا الشي اللي بده يعملوا بالمستقبل فبالتالي بده يرحل لسوريا بده يفتح باب الترحيل لسوريا وخاصة بالنسبة للمجرمين والخطرين وطبعا ممكن يتبع هذا الشي يعني فئات تانية فالوضع بده يغيره يعني هذا الوضع المتعلق بالسوريين بده يتغير بده يغير كمان نظام معونات الجوب سنتر ليساويه نظام صعب جدا وخاصة على الشباب القادرين على العمل فالشخص القادر على العمل يلي ما بيلاقي شغل بسرعة خلال ستة أشهر فبده يقطعوا المعونة عنه فبده يتشدد بشكل كبير جدا في موضوع المعونات وخططه الأخيرة بده يمنع اللاجئين حملت إقامات الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية من الوصول للجنسية فبده يمنع شريحة كاملة من اللاجئين في ألمانيا من الوصول للجنسية بده يصعب عليهم الجنسية وحتى كمان في عنده مخططات خطيرة تانية بده يعملها بالمستقبل في حال كنتوا مهتمين بهذا الموضوع في حال كنتوا ما بتخافوا فمنعمل الجزء الثاني ونتحدث عن المخططات الخطيرة يلي هي فعلا خطيرة ففي حال كنتوا مهتمين بهي المواضيع ممكن نعمل حلقة ثانية الجزء الثاني للمخططات الخطيرة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يلي صاير حتى بنافس البديل في بعض المخططات الداخلية وفيه كمان تصريحات مهمة لزعيم هذا الحزب لازم كمان تسمعوا وتفهموا في حال كنتوا ما بتخافوا مهتمين لهذا الامر فمنعمل حلقة ثانية لحتى تفهموا السياسة الالمانية ولحتى تفهموا سياسة الاحزاب بالمانيا بشكل عميق جدا طبعا فيه بعض المتابعين بيعتبروا هاي الخطط رائعة فعب يقولوا بانه ما في مشكلة خلي يستلم حزب الاتحاد ويرجع يضب الوضع بالمانيا فبالتالي كل شخص فيه له وجهة النظر والشخصية ولكن هاي الخطط بشكل عام بتم اعتبارها خطيرة في الاعلام الالماني ومن قبل السياسيين في الاحزاب الاخرى ومن قبل المنظمات الحقوقية والانسانية المعنية بشؤون اللاجئين لانه هاي القرارات صارمة جدا وطبعا حزب الاتحاد بينجح ولا بيفشل بتنفيذ هذا الكلام فهذا موضوع اخر مرتبط بالظروف اللاحقة ومرتبط بنتائج الانتخابات ومرتبط بالتحالفات المحتملة كان معكم الهام بوزان تبو بخير صحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة والى اللقاء